بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة اليوم سنتكلم فيها عن موعد ليلة القدر ولقد أخفى الله سبحانه وتعالى عن المسلمين ليلة القدر لماذا؟ لكي يجتهدوا في الطعاة والأعمال الصالحة والقيام وكسر الزكر الله سبحانه وتعالى والتهجد وحضرت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروها في العشر الأواخر من شهر رمضان فإذا حضرت النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبر أن ليلة القدر تكون في الليالي الزوجية أم في الليالي الفرضية ولكن قال صلى الله عليه وسلم تحروها في العشر الأواخر من رمضان أما الأئمة والعلماء والفقهاء بما اجتهدوا ووصلوا إليه قالوا أن ليلة القدر تكون في إحدى ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك وتكون في الليالي الوترية فبناء عليه أن موعد ليلة القدر ممكن أن يكون في ليلة الحادي والعشرين أو في ليلة السالس والعشرين أو في ليلة الخامس والعشرين أو في ليلة السابع والعشرين أو في ليلة التاسع والعشرون من شهر رمضان هذا أحبتي في الله فأكسر في هذه الليالي من القيام والتهجد وكسرة النعافل وكسرة العمال الصالحة والطعات وذكر الله سبحانه وتعالى وأكسر من قول اللهم عافنا وعفو عنا واجتهدوا فيما تبقى من هذا الشهر الكريم عصى الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا وإياكم واجعلنا من المقبولين هذا بالله التوفيق والسلام عليكم ورحمته وبركاته